موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم اسمحوا بمدروح اسمحوا بمدروح بدأت العب سبحاني اسمي قام السنين أول بطلقة تكت 2004 جبت مركز أول وثاني بعد كده وضعت مركز السعية بدأت أجيب أورا وطول من حد أخير البطولة كانت السعينة فاتت جاي فيها أول الحمد لله الثاني الحمد لله بس أولي حان طلبينه أريد أن نشأ أريد أن نشأ عشان صحبة كان في مدرسة كده كان جنب الشغل بتاعها كده تخدني توديينه توقف معي لحد مقاشي المدرسة ولكن كنت أطلع مدرسة عليها لأن أخواتي كان يبرا في مدرسة بطولة فما كنت شعني عشان مش عارف أعد لواحدي يعمل حياتك كنت أطلع عندها لحد ما وصلت السنة توم بس يعني كنت أطلع كنت أطلع كنت أطلع كنت أطلع عليها أولا يكتبهولي بتدي المربض إزاي يعني هل بيتبتك مربض في كنية؟ لا أنا اللي بكتبه كتبه الحمد لله لا أنا اللي قلت لها أنا هساعد لكم عشان قاطر يعني نفسي مصاريف يعني مش كتير يعني قلت لها أنا هساعد لكم كده وبتديت بقى إزاي شغلة كنت بتنزل حد قالك عندي شغلة عالة ولا كنت بتدور إزاي بتنزل تقول المحلات مثلا أنا عايزاش أتغل عملتي خب إحنا جنبينا واحد يعني فاتح كده بتاعك ورش أعمل وقلت له وقلت له وقلت له وقلت له أول حاجة اشتغلت فيها كانت ورش كانت ورش إيما لها مسلح عربيات ميكانيكا يعني كنت بتشتغل تعمل إيه تحديدا في الميكانيكا يعني يقول لي قاتلي حاجة بالدال وكده يعني لنور حاجة كده بعد كده دلوقتي انت مازلت في الورشة برضو ولا روحت حاجة تانية لا لسه فيها تقريبا بتاخد يعني في الشغرة الدقيقة أو باليومية الدقيقة نظام شغلة بتاعك نظام شغلة بتاعك بالليوم عشرة جنيه وبتشتغل كم ساعة بقى على كده ومن بعد الدور حد كنت عارس ساعة سبعة بالليل وستة بالليل تقريبا انت مان ساعت بيأثرش على المدرسة بتاعتك لا بيأثرش بعد شغلو بالمدرسة بتروح لا بيأثرش بروح بعد ما اخرج من المدرسة بزاكر بالليل بوردوك وراجع دروسو بالليل بكتب بالليل واجيب وهب تذكر انت ليه مالك هو انا طالب كده عشان ما باجا كتب ليت تقف وتشن ما بقدرش اكتبها بس ازاي ده يعني بيبقى الكتابة كتير فلواجه اكتب بادعب يعني بدرعب يوقع عنه ما بقدرش اكتب ملا يعني بخلز من اللي يكتب لما بخلص كده بس انت لو فيه تابليك هتعرض تشتغل عليه اه اشتغل ملا ملا اشتغل ملا اطراق تحكم واخر واحدة اخرة جهب من اتبجين 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 تعمل اتبجين اعنشتغل بمداري مصر بالنسبة للدراسة، نفسك تطلع مهانتس مهانتس ايه؟ بطروب اعمل له عطارف، فهو ما يفعلش العطارف فيه فقبله نبيل سالم، و بعدين قال لي دوت حيبطل كويس ويبقى سجيح كان عنده في سنة اولى يبتديك وديته ومارست حياته، بقيتروح الساعة خمسة الصبح يعمل تدريبات في النادي ولحد ما كبر كده بقى يعمل برضو باوديه هنا ووديه هنا ولفت تببيه يعني أنا عشان اعمله اي حاجة في ايده فهو الحمد لله يعني هو بقى كويس ومارس حياته وانا برضو معنى حاد النهائي وانا اللي برضو باعمله كل حاجة، باقلعه بخشش الحمام وكل حاجة اللي بعدين هالو وانا اي حد يعني يشوف لنا ووالدة وفق وانا شعردانه في شركة سيمة ووالدة وفق وانا شغلتي يومية بواحد عشرين جنيه وانا واحدة على قد هالي، حدش معاي هلا ربنا ست المديرة اللي لا يخليها يا رب منبارك لنا فيها يا ربي هي اللي وصلتنا لكده واحنا بس عايزين بس مكان نعود فيه عشان ساحنا بيك هيتروننا مش شغل معناش اي حد، معايا تلت بنات وهو الولد الوحيد بس بيساعدني يقول لي معايا تلت بنا وما حالك علي بعمل لي كله وهو دلوقت بيبارس حياته بس في اي حاجة ثاني انا بيبارس حياته يعني حد يعمل له اي حاجة اتراف صناعية تشتغل ايديه يعني بس حتى اللي دخلي الحمام بس عفو دعي انا تلقى في الترمية الثاني انا بس اخذ في الترمية الثاني انه هو حاجة خاصة يب كم تلت له الأول تلت علي؟ سبعة ثمين سبعة ثمين ثمين كم درجة؟ يعني نقص كتير اوه هو من الدرجة بالمية والحمسين انت جبت سبعة ثمين بس؟ اوه لا انا فيش 12 خاصة اوه سبعة ثمين من المية وخمسين جميعا في النص ليه طريقة؟ لان الانتحان طويل عليه فاول ما بيجي يكتر طبعا سابعة تشنك فما بيمفعش ان هو يكتر ياخد مكان طويل في الكتابة فانا يعني بطلب ان هم يعني يخلوله خاصة يعني هلا خاصة المفروض انت خانو حاجة خاصة عشان كده يعني ببقى نازل فانا نحكلم شونه الطلبة في الموضوع دا لكن انت دا مش تقصيره منه الدرجة دا عمشان تحلطت بشه لا تقصيره عشان مش منه هو لا تقصيره يعني ان هي الايد بتقف اه يعني معانا هنا سوابهم لما يكتب بتسير قوي طب انت قدي ايه مثلا تكتب كل قدي ايه ومسلا حصلك مثلا حط تشنك او مثلا استمر قدي تكتب مثلا ايه لو كتب كتير فبطرنا انا كتب بسرعة فبطر دراعي او اقوم كده اشان ليه طب انت اللي مطلقتش مثلا المرافق ليك مثلا اكتب لك فبطر دا ممتاح تبق القانون التعليم يعني يكون المرافق ليك اكتب لك انتحان احنا قلنا يعني اخففنا نكتب لان هم ممكن ما يوقفوش ولا حاجة لا انا قلت انا قلت خليه يعني بجهده بجهده طبعا بيجيب النمر اليه لك جدا طبعا الكتابة بس هو في الحل كويس لكن هاي الكتابة ايه كنت مره نازل وتنازل مع الناس كبور يعني على 40 سنة ركبت المتال بيقول لي انتنازل مع الناس كبور يعني حاول انت هتقدر تعمل حاجة قدامه فنزلت يعني الحمد الله وكانت سبكة من 20 متر سبعت عم نوم 25 متر وقتعت فالأول فأول يعني المتال بتالي بيحمسني يعني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة